اشتركوا في القناة اهتنا بالله ما بعد فاشكركم مرة اخرى على هذه الاستضافة وعلى اتاعة هذه الفرصة للقاء بإخوة لي في الله عز وجل وأسأل الله عز وجل أن نوفقني وإياهم لكل خير وسوف نتحدث في هذه الليلة عن موضوع مهم جدا وهو فقه الخناء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله and God respected brothers and sisters I am grateful to you once again for hosting me and giving me this chance to study the religion of Islam and I hope Allah when I ask Allah to enable them to do good in the path of seeking knowledge and da'wah ونحن نتحدث عن مهم جداً وهي في عرب يمكن أن نسمعها فقه الخلاف وهي يعني أن نفهم كيف نتحدث بين نفسنا أنه يدعو للاجتماع والتحال والتلاحم والاقتلاف فهذا أصلاً من أصول هذا الدخل للشريعة الدعوة إلى الاجتماع والتلاحم والاقتلاف كما قال الله عز وجل اعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا إن شاء الله سنفعلها في صورة مختلفة كما قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا بينهم وكانوا مشيعاً كل حزب بما لديهم فرق وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين نعم فالله عز وجل في هذه الآية نهانا عن التفرق والتشرذم وحذرنا أن نكون أحزاب وشيع فرق وأحزاب وحذرنا أن يفرح إنه حزب بما لديه بل الواجب هو الاجتماع والاقتلاف وبين الله عز وجل أن هذا الاختلاف وهذا التنازع يترتب عليه الفشل وذهاب القوة والهزيمة فقال سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم تفشلوا أي تخيبوا ولا تنجروا وأيضا تذهب ريحكم تذهب بوتكم فلن الله عز وجل أمر بإصلاح ذات البين إذا حصل الخلاف فأمر الله عز وجل فقال وأصلحوا ذات بينكم وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا أشبه المؤمن في البنيان في الجدار كيف أن كل واحد مرتبط كل جزر مرتبط بالآخر إذا سقط جزر سقط الباقي وإذا بقي جزر سقط الباقي ورغم أن الله عز وجل أمرنا بالإجتماع و أمرنا بالإخلاف و أمرنا منه فوقوار الخلاف أمر قدر ينتوني أمر قدره الله عز وجل فهو أمر قدري كوني وليس شرعي الشرعي هو الذي يقدر الله عز وجل ويحبه وقد يقدر أشياء لا يحبها الله فوجود الشرق وجود البدع وجود المعاصي هذه قدرها الله لكن الله لا يحبها ولا يقمر بها فالله عز وجل رغم أنه امرنا بالاجتماع ووبرانا عن التفاق ووركتشرده لكن الله عز وجل أدّى وجود هذا الاختلاب وهذا التفاق And the Messiah explained that he has decreed this difference of opinion to happen between the Muslims even though in the Sharia he doesn't like it just like the acts of disobedience he doesn't like that he is disobeyed لكنه يدعى أن بعض الناس ستسجده قال الله عز وجل وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ الْنَاسَ أُمَّةٍ وَاَحِدَةٍ وَلَا يَزَالُوا مُفْتَنِفِينَ إِلَّا مَرَّاحِمَ رَبُّكَ و الله قال إن كان يدعوه أنه يجعل جميع الناس ومع الناس سيكون وهم لا يستطيعون أن يتفعون من خلال الناس ويجعلون من خلال الله على رحمه وهذا الاختلاف لا شك أنه مبني على أشياء خلقها الله عز وجل في الإنسان فهناك اختلاف المدارك اختلاف العقول اختلاف الأهواء كل هذه لها أثر في الاختلاف حتى في الدين الوقفة الثالثة أنه رغم أن الخلاف أمر قدري قدره الله عز وجل إلا أنه بفضل الله عز وجل أن أصول المسائل أصول الدين أصول المسائل وقواعدها قد أجمع عليهم المسلمون ولا بحسوا فيها خلال وهذه نعمة آخر ومن الأمور ومن هذه الوصول العظيمة التي تفق عليها المسلمون أصول الدين ومراتب الدين من الإسلام والإيمان والإحسان كذلك أركان الإسلام ما اختلف فيها أحد من أهل القبلة أركان الإيمان ما اختلف فيها أحد من أهل القبلة كأصول وكواعد عامة كذلك الإحسان كذلك أن مصادر استدلال عندنا أنها القرآن والسنة والإجماع والقياس وهذه يتفق عليها أهل القبلة يتفق عليها أهل العلم ولم يختلفوا فيها كذلك اختلفوا على قواعد كبرى خمس الكبرى اختلفوا اتفقوا عليها وتحت هذه القواعد الكبرى فروع كثيرة جدا لا يعني لا ساحل لها من كثرتها مثل قاعدة اليقين لا يزوم بالشك قاعدة الأمور بمقاصدها قاعدة المشقة تجلب التيسير قاعدة الضرر يزال قاعدة العادة محكمة هذه قواعد الخمس الكبرى أجمع لها العلم وعلى صحته وتحت كل قاعدة من هذه القواعد فروع لا خسر لها طوّلت بي لا لا عدل شيء وعلى صحة الله ومن هذه القواعدة من المشكلة ما هي المسلمين فروعنا على أضف الناس كما تعلمنا إسلام إيمان إحسان ومعهم 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 ومعنا ومعهم كما ومعهم 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 الأنم ومعهم إذا كنت مستطعين لهم بإمكانك أن الأشياء يكون متأكدون بها وأن المؤمنة لا يتحرك من المؤمنة وأن إذا كان شيئا مهما في رجوعها فهي يتحرك إيسا وأن إذا كان هناك أيضاً محاولة فهي يتحرك والمثالي هو أن العقل مصدر للمعرفة لكنه لا يعارض به النص والنقل العقل نعم الله عز وجل خطبنا أفلا تأقلون خطبنا بذلك ولا يمكن للعقل الصحيح أن يخالف الشارع أبداً لا يمكن إلا إذا كان في عقلنا خلل فسيفهم أن هناك تعارض بين العقل والنص والنقل فبين أن العقل نعم لكن لا يقدم عن النص وهذه المتفق عليها أيضاً وترتب عليها مسائل كثيرة جداً كذلك أيضاً من الأمور التي يعني بعض القواعد العامة المهمة منها على سبيل المثال أن الأصل في المعاملات بحلم والأصل في الحبادات التوقيف هذه قواعد عامة تحتها قروع لا حصر لها وأيضاً أصول الدين كذلك أيضاً من الأمور كذلك الاجتماع هلولات الأمر السم والطاعة والمعروف هذه أمور أيضاً أصول مهمة جداً هذه اتفق عليها وغيرها كثير أنا سأكتفي بهذا وإلا العلماء ذكروا كثير من الأصول العامة التي تم عليها الاتفاق وإنما اختنفوا في فرنيهيات وصغار المسائل أما أصول الدين ولله النمو فهي رحومة وأيضاً بعض الأمور من ما يتحدث في الإسلام وهي أن الإعلماء التي يسمى العقل لا يمكن أن يتحدث القرآن والسنة حتى لو أن الله يتحدثنا بأن لا تفهم أو لا تفهم عقل لا يعني أن نستخدم نستخدمنا ونحن نفسنا لتفهم على المتحدث للتعلماء وليس لن يمكن أن العقل والعقل لتفهم على المتحدث القرآن والسنة وإنما هناك شيئاً مع العقل في الوصول أيضاً المهمة جداً المهمة في المتحدث للتعلماء هو أن إنه حلال حتى فرمانا وإنما وإنما تفهم إلى الإبادات أيضاً أيضاً وإنما تفهم أنه لا يمكن أن تفهم أيضاً أيضاً من المتحدث من المتحدث من الشريعة أيضاً ما هي المتحدث التي تفهم في المتحدث في المتحدث أيضاً ما هي المتحدث التي تفهم من المتحدث ونحن نرى من المتحدث الوفاة الرابعة هي في معنى الاختلاف ما هو الاختلاف؟ الاختلاف هو مصدر الخالفة كما أن الخلاف مصدر خالفة كما أن الاختلاف مصدر اختلاف والخلاف هو المضادح هذا هو الخلاف المضادح ويطلق على عدم الاتفاق ويطلق على المعارضة إذن الخلاف يطلق على المضادح ويطلق على عدم الاتفاق ويطلق على المعارضة فهذه معناها في اللغة وأما معناها في اصطلاح أهل العلم فهو قد عرفها بعض أهل العلم أنه أن يذهب عالم إلى خلاف ما ذهب إليه من آخر اختلف عالم مع عالم آخر أن يذهب عالم إلى خلاف ما ذهب إليه العالم الأخر وبعضهم عرفها بقوله منازعة تجري بين المتعالضين لتحقيق حق أو إبطال باطل منازعة تجري بين متعالضين لإحقاق حق أو لإبطال باطل هذا هو معنى الخلاف نعم وهناك مصطلحات قريبة من مصطلح الخلاف وهي الجدل والشقاق الجدل هو نفس تعريف الخلاف أن يذهب كل عالم إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر مع زيادة شدة مع زيادة شدة وحرص كل واحد على نصرة قوله إذن يوجد إضافة على تعريف المخلاف زيادة شدة وحرص كل واحد من المختلفين على نصرة قوله وهذا يسمى جدل ويوجد مصطلح الآن وهو الشقاق والشقاق هو أن يوجد خلاف مع وجود المنابلح حتى أن كل واحد منهم يذهب في شقاق ما يجلسان السوية هذا فيه زيادة على الاختلاف أنه أصبح هناك هجران أصبح منابلح حتى أسمي الشقاق لأن كل واحد منهم ذهب إلى طريق لا يمكن أن يلعب في نفس طريق كل واحد في طريق وشقاق في الأربية والشقاق في الأربية والذي يجب أن يكون لأنه يختلف ولكنه يكون لديه أفضل ي означает أن الناس يختلف أو أن الناس يختلفون وأن كل واحد يتحبون أن يكون أليس من الأخرى كما يمكن الوقف الخامسة في أنواع الخلاف والخلاف في الحقيقة هو أنواع كثيرة باعتبارات عنها يعني يتلوع ويتقسم إلى عدة تقسام بحسب الاعتبارات فالاعتبار الأول أو التقسيم الأول هو أنواع الخلاف من حيث حكمه من حيث الحكم هناك خلاف محرم مدموم هذا النوع الأول خلاف محرم مدموم صاحبه وهو كل خلاف كان الباعث عليه الهوى والبغي والانتصار للنفس كل خلاف كان سببه والدافع عليه ما هو الهوى ليس اتباع الحق إنما يريد أن يحقق ما يريده حتى أو لا يريد الوصول إلى الحق أو يريد البغي يعتدي على الآخرين قصده أنه يضرب الآخرين بهذا الخلاف أو أنه ينتصر لنفسه فهذا خلاف المحرم لا يجوز هذا النوع الأول من أنواع الخلاف النوع الثاني خلاف جائز ممدوح أهلا وهو الخلاف الذي سببه الحرص إلى الوصول إلى الحق وأن يخلو من الانتصار للنفس والبغي هدفه الوصول إلى الحق بدون بغي وبدون حب لإنتصار للدات وإنتصار للنفس بالكفر خلاف ن Twilight بالدکس وبعض بالطبع بالطبع جانون إعلن روض وإنتصار في رب الخلاف and blameworthy and that is every difference that originates from following one's desire and doing injustice to others and trying to prove oneself to be right at any cost and that of course is not allowed in Islam and the person who does so carries a sin the second is the one that is permissible the people who adhere to it are praiseworthy and that is the people who are trying to reach the truth by using proper means and by not doing injustice to others and by not trying to make oneself victorious in every argument and by following proper manners and not following one's desires نعم من هذا الخلاف كما قلنا الخلاف الجائز وما يعني جاء عن الإبان أبي حنيفة رحمه الله تعالى حيث أنه قال قولنا هذا رغي هو أحسن ما قدرنا عليه أحسن ما قدرنا عليه وتوصلنا إليه من خلال الأدلة المتاهة والتي بين يقول يقول فمن جاء بأحسن من قولنا فهو عول بالصواب مننا من جاء بأحسن وجد قول معتمد على أدلة أقوى من أدلتنا فهو أحسن من قولنا فهذا دليل على أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله ما كان ينتصر لنفسه ما كان بالعكس كان يجب القول الحق حتى لو لم يجري على اللي سانه ومن ثم من هذا الثاني طيب دفرن أو يقشل نسميه خلاف نارمك وما قال إمام أبو حنيفة رحمه الله هذا هو لأحسن من قولنا ما أعتقد أن أفضل في حالة ما أمثل من قولنا وما أستطيع إنتصر لذا من يأتي ومشهر أفضل 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 هذا يظهر أنه يحاول أن يتحاول فهو تربيه 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 ويقوم بمما جاء الإمام يوسف تربيه فهو من المعلوم أنه ذهب إلى الإمام ويقوم بمعلم وتدارس معه وناقشه ورجع عن كثير من المسائل التي كان يراها الإمام أبو حنيفة ثم قال لو رأى صاحبي مثل ما رأيت لرجع مثل ما رجعت اشتركوا في غلط أمو حنيفة لأنه تعلمهم هذه الطريقة يبقى كل دائماً تجارباً وليس لهم اجتماعين إمام أبو يوسف كان أحدهم أمام أبو حنيف كانت كثيراً مع إمام مالك وكانت فترة من السجن من السجن ومع إمام مالك وكانت تغير مبور من سجن من سجن من السجن من المالك وكانت قال إن كان لأمام مالك ما يقوله يمكن أن تغيير الكثير من أعتقداته فقط كيف تغيير الكثير من أعتقداتي فالخلاف الذي غير سائق وغير مقبول هو كل خلاف قام الدليل على حكمه من نص صحيح صريح من كتاب أو سنة أو إجماع قاطع أو قياس جليل كل خلاف في مسألة قام عليها الدليل بنص صحيح صريح من الكتاب أو السنة أو إجماع قاطع أو قياس جليل واضح فهذا لا يسوق فيه الخلاف لا يسوق أن نختلف في مثل هذه بمعنى ونقصد بالنص الصحيح الصريح النصوص يعني نص الكتاب والسنة نص من القرآن أو من السنة النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدة فهنا لا خلاف لا يمكن أن نختلف لا يسوق لأن النص لا يحتمل إلا معنى واحدة إنما الخمر والعيس والأنصاب والإسلام عدس من عمل الشيطان في شيء فاضح يحتمل كلام آخر لكن لو نأتي في آية أخرى حينما أمر الله عز وجل بالنساء أن يترقصنا ثلاثة قروب القرء هنا يحتمل معنى يحتمل الأرحي ويحتمل الطهر فهنا نقول النص غير صريح وغير يعني واضح في الدلال لأنه يحتمل أكثر منه فهنا لو وقع الخلاف فكان سائلا وفعلاً لو وقع الخلاف بين الفلا لكونه سائلا لأنه يحتمل فعلاً في اللغة إذا رجعنا إلى اللغة نجد أن الثر يطلق على الأطهار على الضهر ويطلق على الحيد لكن مسألة واضحة بينا كما قلنا ضربنا مثال على الآية هنا ما يسوق الخلافين لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدة مراجزة فا the second consideration in terms of خلاف is what we are permitted to differ in and what we are not permitted to differ in relation to so the type of difference that we are not permitted to do to have difference between ourselves is any difference to any issue that is based upon clear proof من القرآن والسنة أو أكبر إجماع أو أكبر إجماع أو أكبر إجماع أو أكبر إجماع وعندما يقول بأن أكبر إجماع من القرآن والسنة أي آية أو حديث لا يمتلك الكثير من المملكات التي يمكن أن تستخدمها من أجل المسؤولين لإستخدام رؤلاء فإن أكبر إجماع إجابة القرآن فيما قال الله إنه تستخدمين وقمار 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 وحديث وقمار إنه تشيطان لذلك إذنه وقمار لذلك يمكنك أن تستخدم هنا لا يمكنك أن تقول أن تقول هذه الأكبر في هذه المسؤولين يعني أغة مختلفة ليست أغة لكن الآية آية الذي قال مهلا لانه قرآن يمكنك أن يكون أمور قرآن قرآن يمكنك أن نتوقع يمكنك أن توقف قرآن 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 ثلاثة ثلاثة وثلاثة ثلاثة حقيقية بين المتقالين هنا استخدامات يستمرون وقد فعلوا يستمرون بعضهم قالوا أنهم تقعون واحدة وعضهم قالوا أنهم تقعون تقعون اخر هذه هي مثالة أو مثالات من خلافا وخلافا غير تقعون فيها ضبطها أهل العلم بمجموعة من الضوابط منها ما كان معلوماً من الدين بالضرورة معلوم من الدين بالضرورة معنى أنه مجمع عليه وإجمعه انقطعي ومشتهد ومنتشر عند عامة الناس وعند خراس من العسى بالمثال وجوب الصلابات الخمس وجوب سوم رمضان وجوب الزكاة تحريم السلقة تحريم القتل تحريم الوالدين وطيعة الأرحام هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة فهذه لا يسرق لكلافها ما يأتينا واحد اليوم يقول لنا الصلاوات الخمس مستحبة نقول بل أن العلماء رتبوا على أن من أنكر معلوماً من الدين بالضرورة أنه من نواطة الإسلام من نوابط الإسلام التي تخرج من الدين فهذا أول ضابط من الضوابط التي لا يسوذ الخلافين وطيعة الأرحام وطيعة الأرحام وطيعة الأرحام وطيعة الأرحام وطيعة الأرحام ما هي من نوعية المسلمة من المسلمين المناسب و المسلمين يقولون أن أخذونه أن يتبع على هذه الوصف لأن قربة ليس الشيخ أكثر وحقا لن نتعرف ولكن يجب أن يتبع على الإسلام أخذونه أن يتبع على هذه الوصف لأن أخذونه إسلام ويصبح يتبع فيه كذلك أيضاً من الضوابط ما أجمع عليهم أهل العلم والفرق بين الثاني والأول مثل ما قلنا الأول أجمع عليهم علماء وأصبح معلوم من الدين بالضرورة بحيث لا يكاد يجعله أحد لكن هناك بعض الإجماعات مواطن الإجماع قد تخفى على البعض ليست مشتهرة كاشتهاب مثل المجوب الصلاوات الخمس كاشتهاب تحريم السنقة لكنها مجمع عليهم فإذا أجمع العلماء على أمر من الأمور فلا يجزوا مخالفتهم نهائياً لكن بعض الوقت من الأجمع من الأجمع يمكن أن تخفى من الكثير من المسلم يمكن أن تخفى من الأجمع أنه لا يمكن أن تخفى من الأجمع أن تخفى من الأجمع فهذا لا يمكن أن تخفى من الأجمع يمكن أن تخفى من الأجمع فهذا من الأمور التي لا يسوه فيها أطلاف من الأجمع يمكن أن تخفى من الأجمع أن تخفى من الأجمع هذه ثابتاً لا تتغير أبداً إلا من كان هناك ضرورة فالضرورة فالضرورات تبيح المحضورات هذه قاعدة من قواعد الشريرة and these issues that we have agreement upon have become known the permanent and unchanged principle and unchangeable principles of our religion and of course when we have exceptional circumstances then that does not count because they have their own rules they may break the general rule and may be considered an exception for a limited period or to a limited person for a limited period نعم يقول الشيخ الإسلام بن ابن تيمي رحمه الله يقول من خالف الكتاب المستبيل وهو الذي ذكرنا النص الصريح الصحيح والسنة المستفيدة أيضاً تدخل في النص الصريح الصريح أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافاً لا يُعذر فيه فهذا يُعامل بما يُعامل به أهل البجاء إذا خالفاً في هذه النص الصريح أو خالفاً الإجمع فهذا يُعامل به أهل أهل البجاء معاملة أهل البجاء ويقول الذهب رحمه الله من عاند أو خرق الإجمع فهو مأزور مأزور أي أنه يأثم يتحمل الإزر يتحمل الإثم حكس مكجول ومأزور أهل البجاء 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 فنحن من خلال هذا الباب ندرك جيداً أن مساحة ما لا يسوق فيه الخلاف مساحة كبيرة جداً المساحة التي لا يسوق فيها الخلاف مساحة كبيرة جداً ومأزور أهل البجاء 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 وهي التي لا تنطبق عليها في الوقت السابقة التي ذكرناها في الاختلاف غير السابق بسكن طيب الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله 一 próp حيال الصلاة حيال الصلاة حيال الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله The second type of khilaf in relation to permissible and impermissible of course is the one that is permissible and acceptable and that is everything else other than what has been mentioned. Meaning that khilaf that is based on ayat and hadith that can bear more than one meaning they are not clear-cut maybe or they are not categorical. All of this is included in the second type. نعم ويمكن أن نعرف الاختلاف السائل بأنه الاختلاف في المسائل التي خفيت دلائلها أو تعارضت أدلتها في أنظار المجتهدين. نعم ويمكن أن نعرف الخلاف السائل المطبول بأنه الاختلاف في المسائل التي خفيت دلائلها أو تعارضت أدلتها في أنظار المجتهدين. نعم ويمكن أن نعرف الخلاف المسائل التي خفيتها في المسائل التي خفيتها ممكن أن تكون مؤمنين للمسائلين أو تكون مؤمنينين وأنهم لديهم شرعين في المسائل الاختلاف السائغ المطبول كما قلنا هو الاختلاف في المسائل التي خفيت دلالتها أو تعارضت أدلتها في أنظار المجتهدين وهذا النوع من الخلاف سائغ ومطبول ولا يوجد معادات ولا افتراقه بل هذا النوع أبحر فيها هذه العلمة واختلفوا في هذا النوع كثيرا وكان رائدهم دائما الإخلاص والظن الحسن والبحث عن الحق والعلم والدليل ونجد أن كتب الفقه وكتب شروح الحليل وكتب التفسير مليئة بهذا النوع من الخلاف نجد كتب الوقت يختلفون في مساء البقية نجد كتب التفسير أحيانا يختلفون في تفسير الكلمة نجد أيضا أهل الحديث والشروحات الحديث يختلفون في معاني الحديث وما يدل عليه ولم أحد منهم يشتم الآخر أو يتهم الآخر أو غيره فهذا موجود ومشهور وهو كثير وقد تكلم علماء ذكر كتب الخلاف تبينوا الخلاف وآدابه وضوابطه بيّنوا هذه الأنم نعم 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 هناك قاعدتين تضبطها أول شيخ الله يعني يترجم هذا نعم 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 هذا الكلام خلاف يترجمه ليس لن ترجمه لنا لدينا أيضا أو حسنة بالتأكد من أحدث لذلك نعم 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 just like the scholars did in the past who thought of each other to have a class uncc DVDs for the sake of Allah and who thought well of one another what they never accused one another of being following one's desires or trying to prove one's point even though it goes against the truth we find that in many books of knowledge in books of Fiqh and books of Tafsir books of hadith نرى أن في تفصير القصر في السيارة يقف على قراء وحسب وفي تفصير يقف على قراء وحسب مثل أحد مداخل's جزء وفي حدث ، يقف على قراء قراء أحدث سيئًا أو الطلاب أو حسب tenía حدث سيئًا وشكريًا ولا نرى أنهم يKOش أحد أحد أو أخ posted رأس وهم حقًا تتكلمون هذا الخلاف وجهوا بقية لكي تتكلمون اللغاية التي تتكلمون من هذه الأضايا و كان مجرد من التأكد في حقًا هل هل نستطيع أن نقل إليه يفتح أيضاً أو حقًا تتكلمون من أخرى في حقًا هذا الخلاف؟ لذلك الآخر يأتي الآن وقصدهم بهذا التفريق بين حالين يقصدون بمساء الخلافة التي يجوز الإنكار فيها التي فيها أدلة توجد فيها أدلة باضحة بينها مثل على سبيل المثال أنا أرى أن مثلاً لحم الإبل ينقض الوضو وعبد القادر لا يرى أن لحم الإبل ينقض الوضو فرأيت عبد القادر أكل لحم الإبل وما ترضى وقلت وقلت لأنه يوجد عندي أدلة في أدلة أستطيع أن أستند عليها وهذا الإنكار لا يتركب عليه كما قلنا هجران ولا اتهام ولا غير ذلك وعندما القصد هو كما قلنا تبيين الحق فالمسائل التي توجد فيها أدلة يبكر فيها يجوز الإنكار فيها كما قلنا بأدف وإيصال الحق لا يتركب عليه مفارقة لا يتركب عليه نزاع ولا شقا ولا غير ذلك الأول الثاني الذي سمعنا مسائل الإجتهاد مسائل الإجتهاد هناك مسائل خلافية بين العلماء لا يوجد أعدلها فتبقى إجتهاد هذا العالم وجه النظر في هذه المسألة كلا وهذا العالم وجه النظر في هذه المسألة كلا ما تترتب عليها يعني ولذلك تجد أن بعضهم يقول هذا خلاف الأولى لهذا كلا هذه لا تستدعي أنك تنكر فيها لأنها مسألة كما يقال وجهة نظر على سبيل منها يعني مثل صلاة العشاء نحن هنا في الجماعة هل نصليها في الساعة الفلانية أو الساعة الفلانية وجهة نظر قد يرى أن هناك مصالح لو صلوا في هذا الأمر لا يستدعي لي ممكن أنهم يصلوا في الوقت المهم أنهم يصلوا في الوقت هل ممكن شيخ الله يحفظك أن نقول مسائل الإجتهاد كذلك المسائل التي يعني تثوازن فيها الأدلة بحيث قد لا يترجح يعني دليل على آخر ويجتهد العالم أو فقير ويرجح ويجتهد آخر ويرجح ولكن طلاب علم غيرهم المسائل تبمس على الخلاف هكذا تبمس على الخلاف هذا حالها أنه مترتبة أن هذا يرجح وهذا يرجح حتى الذي يرجح كما يقال مثل ما قال الإمام هو حنيفة أن هذا غايف ما توصلنا إليه فإذا وجدتم ما هو أفضل منه فأعمل به فأنا أنكر حسب ما أدين الله عز وجل به فأنا أدين الله بأن مثلا لحم الإبل ينخذ الوضور فأنا أضع هذا فأنا أدين الله بأن أدين الله أنكر عليك حسب ما أدين الله تبيني وحسب ما أدين الله لا. شكرا الله. في حالة التكاريخ فكرة أخرى في هذه المتابعة الخلاف لدينا أثناء الثماني المتابعة أولاً أولاً أنه لا يوجد لكار التكاريخ في الحضار في أجتهاد ، في المتابعة التكاريخ لم يكن على حقيقة مرحة يستخدمون بعض المواد لتصلح على المساعدة and the second principle is that it's permissible to do in the car correct one another in issues of khilaf where there is difference based on different proofs the example that he gave for that is that if someone considers that eating camel meat breaks your ablution, breaks wudu and someone else considers that it doesn't break the wudu and this second person in front of the first eats camel meat, doesn't do any wudu and prays and of course in this case the first person has a right to correct him because according to his knowledge he has a hadith that clearly says that the person who ate camel meat must do wudu so therefore it's permissible to do that but in a polite manner and without causing division between the brothers and between the muslims and without causing enmity and causing too much trouble with adab as we say with etiquette and these are two very important principles in relation to the issues in which we are allowed to differ and that is what we are allowed to do in relation to the what we are allowed to do in relation to the muslims or the nauticality that is in relation to the muslims as we say as we say and in relation to the في مسائل الصغيرة وليس في مسائل كبرى وأصول الدين إنما كانت مثلاً عسم المثال مثل اختلافهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه ليلة المعرات مع اتفاقهم على ثبوت رؤية المؤمنين لربه هم متفقون أن الله عز وجل يراه المؤمنون لكن اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعرات أو لم يراه هذه من الأمور التي حصل فيها اختلفوا في فروع الفقه مسائل كثيرة لا يعني طائلة من ورائه كثيرة جداً ولكن لم يكن هذا الخلاف الكثير يوماً ما سبباً لشر أو فرقة أو تشتشرض من أو تنافر صلى الله عليه وسلم saw Allah on the night of mihraj ascension even though they all agreed that the believers will see Allah on the day of judgment so the big issues they didn't differ upon but some of the branches of the faith or things that are not as important they differed there is also that it was not saying that it was not at Son for Sale in the sulfкой of accelerator believes it was not at a служ來 of all of that not at all in common whether it is this Colossians is between 31 am because the word is between the إنما الخلاف يأتي من أهله من الذين هم أهله لأن يبينوا وأن يختلفوا وأن ينهموا أو يأتي واحد اليوم ويقول أنه خالف مثلا الشيخ ابن عثيمين في هذا الاجتهاد وهو صغير في العلم باعه صغير لا الخلاف من أهله الشيخ ابن عثيمين في الاجتهاده الشيخ ابن عثيمين في الاجتهاده لا يكون أيضا هدف الذي يعني يخالف أنه يتتبع ورخص الفقهاء فيقول لا أنا آخذ بهذا الرأي لا يعني ذلك أن الخلاف سائل أن تلك حق أن تختار قيق أول مهاني الأقوى لا بل أنت أحد أمرين إما أن تكون طالب علم تنظر في الأدلة وتدرك وتعرف ما هو فأنت تنظر أقوى القولين إلى الصواق وإلى الأدلة وتعمل به وإما أن تكون عامي جاهل لا علم لك لا تميز بين الأدلة ولا تدرك صحة هذا الدليل أو قوة هذا الدليل من الآخر فهنا يجب عليك أن تستفتي من تثق بدينه وعلمه وورعه فتسأله وتعمل بما أفتاك به فاسأله أهل الذكر إن كنتم لا تعلم أما أنك تقول لا والله هذان المسألة يختلفوا فيها هذان العالمان فهنا سأخذ من رأي الأسئل ويبحث لمسألة أخرى ما هي أقوال الفقهة ثم يأخذ الأسئل هذا والعياب لله إذا فعل ذلك سيصبح بلا دين ولذلك العلماء يقولون من تتبع رخص الفقهة فقد تزندق وهذه مصيبة وتنبيه مهم لابد أن نشارعه ولعلا أن نتعفيده بعد ذلك بعد أن نتعفيده Just before we go to the prayer last bit of translation The Sheikh said that it's not permissible for someone who differs with another scholar or someone who differs with scholars that he wants just to follow the mistakes and the things they made permissible of the scholars لأن المجتمع ليسوا بها شخص الماضي إليه من أجمع الأمور من يمكن أن تدخل بين مختلفين الأرواحين والأرواحين السيارات في ماذا يمكن أن يمكن أن ترى من أجل ومن أجل ومن أجل ومن أجل ومن أجل أو من أجل المعبسل المسلمين لم يتم من فعله في هذا الوصول يجب علي إيجابه اشياء فتوة من شخص من اشياء وشخصة رقمه و أشياء لإشتراكه في هذا الوصول يجب علي إجابه ونسأل في قصة ونسأل فقط وهذا ما قال فالإجابة قال إذا كنت تخلص من الإجتماعات من المجتمعين أو المجتمعين فهو يصبح مجتمعاً لأنه يصبح مجتمعاً مجتمعاً ويصبح مجتمعاً في الإسلام إن شاء الله سنقوم بالصلاة ثم سوف نتحدث بسم الله كنا تكلمنا عن تقسيم الخلاف إلى سائل وغير سائل والآن بعد أن عرفنا هذين النوعين نريد أن نعرف ما هو أو ما هي أسباب الخلاف السائل ما هي أسباب الخلاف السائل لماذا العلماء يختلفون فيما بينهم في الخلاف الذي يسوه الخلاف فيه الحقيقة أن هناك أسباب كثيرة من أهم هذه الأسباب اختلاف العلماء في حجية بعض المصادر هل هي مصدر شرعي يدخل منه أو لا أو اختلافهم في رتبة الاحتجاج لها على سبيل المثال حجية القرارة الشادة اختلفوا فيها هل هي حجة أو لا قراءة الشادة من الطرآن تعرفون القرآن في قراءات متواترة وفي قراءات شادة هل قراءة الشادة يحتج بها؟ كذلك أيضاً الحديث المرسل هل هو يعمل به أو لا يعمل به؟ كذلك مسألة شرع من قبلها هل هي حجة أو ليست حجة؟ كذلك إجماع أهل الهدينة هل يعتبر إجماعاً أو لا؟ كذلك الاستحسان المصالح المرسلة؟ الشاهد أن هناك بعض الأدلة تسمى الأدلة المختلفة فيها هذا الاختلاف بين العلماء أثر على الخلاف في المساء الاختلاف في هذه أدلة شرعية يؤخذ منها ونستطيع أن نستدل بها في إثبات حكم شرعي أو عدم إثباته هذا أثر على المساء فهذا من أهم أسباب الخلاف بين أهل الهدينة قبل أن نتطيع الممكن من المناعمة بعد أن نرحل بالقرار من المناعمة في الحجة ليفTER ليستloventre البلاد على الخلاف المناعمة ملاحظون يوجد الكثير والعutta تصبيبؤ 1967 عجلة المشاهدوين رقم بالقم 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 بقية صورة على البقاء هل مرتفع من تحقيقين أو لا؟ كما يحصل على أي قم القم بقية كما نسمع في العرب قراءة شابة ذلك يعني أننا نعلم أن القرآن قد أصبح عننا من المتحدث من القراءة فقط رسولة و رؤية وهي نراتي إثماري برئة الكثيرين و حيثت و ركعت لكن هناك كون طبعات لحيوث و هي إثمارية من بعض الشيطان لإذاه من المصرح بلاحظة سنحوظ بأن هذه المصرحة من بخلال قريبا لأن هذه المناسبة فعلية لذلك يمكن أن تغيير ذلك لأنه يمكن أن تغيير هذا الموضوع في حالة هذا الموضوع أو حديث في عرب مرسل في الشريعي يعني أنه ليس صحابي ولكن شخص منه مثل طبيعي يقوم بشيء من النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا المسؤول لنا أن تستخدمه وماذا يمكن أن تستخدمه؟ ماذا أن تفعل؟ أيضاً تفعل في حالة القراء والخلال والذي تستخدمين من نئة أفضل في نهاية أو لا تستخدمين أيضاً تفعل في حالة القراء في الحقيقة الأشخاص من المدينة أفعل ذلك يمكن أن تكون حدثاً أو لا وهناك الكثير من الأشياء ويؤلاء على ذلك يبدو أنهم مختلفون في قرارات المتحدة ويؤلاء على الأشياء التي قمت بها ومعنى أنهم يعتقدون أنهم يعتقدون أنهم يعتقدون كثيرا أو لا السبب الثاني من أسواب اختلاف الفقهاء الجهل بالدليل بمعنى أنه لم يصلهم لم يبلغهم بعض الأدلة فنجد أن بعض العلماء بلغ دليل فأفت به وعمل به هناك علماء آخرون أفتوا بخلاف هذا الدليل لأنه لم يصلهم وخاصة في السابق وخاصة فيما يتعلق في السنة يعني اليوم نحن الحمد لله هذا الأمر متوفر بالغالب علماء الحديد ما اتصروا قديما وحديثا في جمع السنة النبوية وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم أيضا بيان الحكم عليها من حيث الصحة والضعف فساهلوا لنا كثير من الأمور لكن في السابق تعرفون أن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا عن النبي يعني كأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فيه صحابيات فقط هم الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا العديد ثم يمكن أحد هؤلاء الصحابة ذهب إلى كوفة وآخر ذهب إلى حمص إلى الشام وهكذا ف وصول الأحاديث أصبح من الأمور في تلك الفترة من الصعب وصولها بل حتى في عهد الصحابة رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع بأرض الطاعون كان يريد أن يدخلها لأنه ما وصله على أن نحن نتوكل على الله وأن الطاعون يعني نحن نتوكل على الله ومن أراد أن يصل هذا الطاعون وأن يصيبه أصابه من أراد الله ذلك أصابه ثم جاء عبد الرحمن بن عوف وبيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول أرض جاء فيها وباء الطاعون فلما أخبر عمر بن الخطاب نهاه إذن لأن عمر كان يتصور أن كوننا لا نذهب إلى هذه الأدوان قد يكون هذا يعني ليس فيه توقف على الله فلما سمع من عبد الرحمن بن العوف استجاب وقال سنعناه السنة النبي صلى الله عليه وسلم فأقول بعض الأدلة وخاصة السنة طبعا القرآن موجود متوفر لا يخطأ لحد لكن السنة النبوية كانت تخفى نعم السنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن في هذه الأدلة وخاصة السنة النبوية وخاصة السنة النبوية وخاصة السنة النبوية he wanted to enter a place that had taaun which I think tai hoed lamin if I'm not mistaken and he thought that this illness and epidemic cannot afflict anyone except by the will of Allah ثم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخبره أن البرسول صلى الله عليه وسلم يتحرك إلى أي مدى أو مدى في مدى هذه الأفضل وفي ذلك لم يتحرك هذا هو الثاني لأن المسؤولين يتحرك إلى بعضهم لا يستطيع أن يكون دليل كذلك أيضا من أسباب اختلاف الفقهاء اختلافهم في تصحيح الحديث التضعيف قد يصلهم الحديث لكن هؤلاء يرون أن هذا الحديث صحيح وهؤلاء يرون أن هذا الحديث ضعيف فبالتالي لا نعمل به وأولئك الذين نصرحه يعملون به وهذا سبب أيضا للخلاف في المسائل الفقهية قد يكون سبب اختلافهم في التصحيح أن هذا يوثق هذا الرجل أحد الرواة وذاك يوعف أحد الرواة وقد يرى بعضهم أنه فيه نكار أو شدود فلا يصححه والآخر لا يرى نجن نكار أو شدود فيصححه فهذا أيضا السبب من أسباب اختلاف الفقهاء أختلاف الفقهاء اختلافهم في فهم النسوس النص لابد عدد جميع لكن فهمه كما قلنا ليس من النصوص النص أو العبارة أو ليس من من لا يحتمل إلا معنى واحد فليحتمل عدد معنى من ذلك على سبيل المدال قول الله عز وجل أو لامسهم النساء هل الملامسة المراد بها مجرد اللمس أو الملامسة هي الجماع الجمهور قالوا المراد بالملامسة الجماع فبناء على ذلك لمس المرأة لا ينقذ الوضو الشابعية قالوا المراد بالملامسة اللمس وليس الجماع وبالتالي قالوا من لمس امرأة فقد نقضوا ضوح فهذا خلاف في فهم النص أخرى يمكن أن تكون مختلفة في معرفة تقصد القرآن أو السننة مثلا الله قال لقد قمت بها مَس مَس جميعا يعني تطوير لذلك المرأة تطوير 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 لكن شافع مرحب يعتقد بحقي حتى تطوير 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 وكان انت مختلف عن هذا من اختلاف فخواها اختلافهم في علنة الحكم فإن الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام إذا بيّنوا الحكم فأحياناً يذكرون العلة علة الحكم. ما السبب؟ مثل يعني الله عز وجل بيّن لنا أن العلة والنبي صلى الله عليه أن العلة في تحلون القمر السكر هذه العلة. فمتى ودد السكر في أي شراب أو طعام أو غيره في النوقع فهذا يعني علته منصوصة لكن هناك أحكام شرعية أخرى لم ينص على علته فهنا يختلف العلماء. ما هي العلة؟ مثال ذلك الربا ما هي علة الربا؟ العلماء مجمعون أن الربا حرام بالاتفاق لكن ما هي علة الربا؟ اختلفوا فيه ولذلك هذا أدى إلى الخلاف في كثير من الفرون بعضهم قال علة الربا الوزن وبناء على ذلك أدخلوا الحديد فقالوا لو مثلا لا يجز بيع مئة طن بمئتين طن لا بد من التساوي حديد بحديد وبعضهم قال لا الحديد لا يدخل الربا لأن العلة الطعم مع الكين فحصل خلاف في هذا بين البطا أدى إلى خلاف في كثير من الفروح هل يدخلها الربا أو لا يدخلها الربا نعم هنا ست أصناف نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنها يدخلها الربا لكن نحن نريد غير هذه الأصناف أهل أبوز يدخلوا الربا؟ نعم يدخل لأنه مطعوم ومكيل لكن إذا قلنا أن العلة فقط الكين أو فقط الطعم بدون كين فهنا قد يخرج كثير من الأشياء التي تدخل في الربا فالحاصل أن خلافهم في علة الحكم الذي لم ينص الشارع على علته أدى إلى الخلاف لكثير من المسائل الفقية وهذا أحد مرة أخرى ومن المسائل من مرة أخرى مرة أخرى هو نسائل عن الحكم أن يسمع هناك لذلك نسائل أنه من المرة لا يسانن من الاخيوة أو الوضع أو المنطق والله عنه ومن المسائل كل شيء ما يسانن لا يحدث ولم يحدث ولم يحدث لكن بعض الوقت ولم يحدث سيئل كما يحدث في الحديث ولكن هناك أحيانات عندما يحدث عن المساعدة لتحرق شيئًا أو تحرق شيئًا في القرآن وصوله والمسؤولين يحاولون أن تحرق على ذلك المساعدة مثل ربا وعندما يتكلمون كما يتكلمون كما يتكلمون ليس بالتعلمة ولكن نسميه ربا مرحلون جميعا مما يعتقدون أنهم لقد ربا مما يعتقدون أن ربا هو حرام مما يعتقد أن ربا هو حرام وكما يعتقد أن ربا هو حرام وحبًا في للمحظات ولمحظات التي يمكن أن تحضر والتحرق ومتعبون لأثناء منهم قالوا لأنها لذلك لديك مصادرات مصادر من الدعوة في حديث في دقيقة حديث لذلك لقد انظروا هذه II هذه الناس بعضهم قالوا إنها لأن بعض هذه المشاربة تستخدموا كم الأول نغير أو كم الأول و بعضهم قالوا لأن بعض الأخرى يستخدمون كمتابة ويستخدمون كمتابة بعضهم قالوا لأنها كمتابة مثل عبادة لا يأتي من هذا إذا كنت تعتقد أنها عبادة ويستخدمون كمتابة ثم يأتي من ربا يعني أنه إذا استخدموا عبادة يستخدمون كمتابة يمكن أن تعتقد أنها عبادة إذا لم تقوموا بحقًا فهذا هذه هي بعض الأشياء عن المساعدة لأنه حرام وقم بها المساعدة ستعطون بأسفل إذا كانت تأتي من ربا أو لا و بعض الأشياء يمكن أن تعتقد أنها فهذا فهذا لذلك 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 كذلك من أسباب الخلاف اختلافهم في دلالات الألفاظ ودلالات النصوص خاصة إذا كان الدفع مشتركا أو مجملا مثل على سبيل المثال كما قلنا قبل قليب المطلقات ويتربصنا في أنفسهن ثلاثة قرب اختلافوا في فهم معنى القر لأن في اللغة القر يأتي معناها الطهر ويأتي معناها الطهر الحيث ويترتب على ذلك ثلاثة قر اختلاف ممكن أسبوعين ممكن شهر يفترق قد تخرج قبل ذلك إذا قلنا بأحد مثلا بالمدحيد قد تخرج من العدة قبل على الرأي الثاني الطهر بشهر مثل أو أسبوعين كذلك أيضا من الأمثلة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لا يسليلنا أحد منكم العصرة إلا في بني والطريبة بعض الصحابة أخذ ظاهر النصر وقال لا نصلي إلا العصر حتى لو فاتتنا حتى لو قرد الوقت وفعلا ذهبوا ودخل وقت المغرب وهم لم يصلوا العصر حتى وصلوا بني قريضة فصلوا العصر هناك فأخذوا عمل بالظاهر وبعض الصحابة قالوا لا نحن نأخذ بالقصة النبي صلى الله عليه وسلم قصته استأجلنا لكن إذا إدركتنا الصلاة نصلي أينما كنا فصلوا في الطريق صلوا العصر في الطريق فالنبي صلى الله عليه وسلم لن يعرف على أحدهم فهؤلاء أخذوا بظاهر النص وأؤلاء أخذوا بدلالة النص فهذا يعني سبب من أسباب الخلاف بين العلماء في الخلاف السعر فهذا يعني سبب من أجل So some Sahaba took it literally They said even if We Reach When Maghrib Is coming in We still don't pray until we reach Then we pray Asr And they did like that Some others who were together in one group They differed Some others of the Sahaba They said Actually the Prophet Wanted us to hurry But if Asr reaches us in the way We must pray So they prayed on the way When they came back And told the Prophet He didn't reprimand anyone of those two groups Because some of them took the literal meaning And some of them Took what was intended By the Prophet As they thought As they understood نعم وبهذا يعني مثل ما يعني ذكرنا هذه أهم أسباب اختلاف الفقه ننتقل بعد هذا إلى تقسيم آخر من أنواع الخلاف وهو خلاف التنوع وخلاف التضاد ننقسم الخلاف إلى نوعين خلاف التنوع وخلاف التضاد خلاف التنوع هو ما كانت المنافات فيه لا تقتضي إبطال أحد القولين للآخر لتبوط صحتهما في الشرع جميع الأقوال صحية فلو فعل الإنسان هذا ففعله صحيح فعل الآخر فعلا آخر فعله صحيح مثال ذلك على سبيل المثال اختلاف الأذان صيغ الأذان وصيغ الإقامة فمثلا الإقامة على سبيل المثال وردت أن التكبير يكون مرتين ورد أن التكبير يكون أربع مثل الأذان وردت في بعض الألفاظ الترجيع وهو أن يتشهد بصوت خافت ثم يتشهد بصوت مرتفق فوردت عدة صيغ كذلك مثلا دعاء الاستفتاح ورد بعدة صيغ بقالة السلطة في السلاة فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم بعد بينك وين خطرياك ما معت بينك اللهم أطلو من خطاك ومن خطاك ومن الدنس اللهم أقصني من خطايا بالماء والفلج والبرد وجاء عنه أنه كان يقول سبحانك اللهم ومحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك والعله وردت أيضا صير الأخر فمن قال الأول ففعله صحيح ومن قال الثاني ففعله صحيح ومن قال الثالث ففعله صحيح ليس بينها تضالف هي أقوال يعني خلاف تنوع ولذلك العلماء يقولون الأفضل أن الإنسان مرة يطبق هذا ومرة يطبق هذا ومرة يطبق هذا حتى يحافظ على السنة ولا تنسى فهذا خلاف التنوع لا جدك ونحن نرى shahadat whole different hadith with this ruling in that case of course we accept both all that we have, even in Ikaman we say Allahu Akbar, Allahu Akbar all four times we have proof for that as well or what in Arabic is called a tarjeeh that the Muomin when he says Adhan he quietly says some path of Adhan like the shahada ثم يقوله مادل ومعنا بالضعى بنا في تشهد ومعنا بشكل أفضل ومعنا بشكل أفضل ثم نشاهد أن تكبير الله أكبر ومعنا بشكل أفضل لتشاهد صول الله جيدة للأفضل ومعنا بشكل أفضل هذا الخلاف يوجد بشكل أفضل الذين يحضرون في هذا الموضوع النوع الثاني اختلاف التضاد اختلاف التضاد فعلا مضاد للآخر مثل اختلاف الفقهاء في هل المضمرة والاستنشاء من واجبات الوضوط أو من سنن الوضوط هنا في التضاد لأن من قال بالهجوب يقول لا يصح الوضوط بدونه ومن قال بالسنية يقول يصح الوضوط بدون المضمرة والاستنشاء فهذا خلاف كذلك مجرى مثل ما ردنا مثال قبل قليل نقض الوضوط بلحم الابل هذا خلاف تضاد فمن قال بأنه ينقض الوضوط فلو واحد مثلا صلى ثم توضع ثم أكل لحم الابل ثم صلى ولم يتوضع فصلاته عند الآخر باطلة بينما هو يرى أن صلاته صحيحة فالحاصل أن هنا هو الخلاف التضاد عكس خلاف التنوع الذي يجوز هذا ويجوز هذا لا الآخر طيب هو خلاف فيما يتوضع الوضوط بدون المضمرة ويجوز لا يستطيع أن يكون جميعاً لأن واحد منهم يتوضع الوضوط مثلا مغمده ومغمده وليس على حاله لا يستطيع ان يكون فيه ومغمده لا يستطيع أن يكون فيها بذيئة من المضمرة لذلك خلص على ذلك المفتوى ستطيع من من المصب الأخرى من المخلصية منهم يقول إذا لم تقلق مغمده ومغمده ومغمده ثم والأخر يقول يجب أن تقلق مغمده يجب أن تفعلها مرة أخرى. أخرى مثل المثال. وهذا أسعى متنامج مرحلة لأن هذه خلافة لا يمكن أن تكون رقمتها لأن هذه هي عدد من قبل لأن أحد يعتقد أنه مرحلة مرحلة قامت بإذنها قامت بإذنها يقول إن كان يدفع ليس بإذنها كيف تنتقل بالإذنها فالتفقها يقول لن يجب أن تفعل المرحلة بعد أن تفعل إذنها ومن الشيخ الذي يعتقد أن يأكل كامل أو يأكله لا يقوم بفتوه سوف يضع الفتوه بأن تتعلمك أن تتعلمك لذلك لا يجب أن تتعلمها كذلك أيضا تقسيم الرابع من أقسام الخلاف من حيث ما يترتب على الخلاف فهناك خلاف معنوي حقيقي خلاف معنوي حقيقي مثل ما ذكرنا من يعني نقض هل ينقض الوضوء في الحقيقي؟ مثل من أيضا هل المبيت المزدلفة في الحج وادب أم سنة؟ هذا الخلاف حقيقي معنوي ويوجد النوع الثاني خلاف اللفظي الخلاف اللفظي هو الخلاف في العبارة مع اتحاد الحقيقي لا يتركب على الخلاف أثر على سبيل المثال تحية المسجد بعض العلمائيس يقول مندوبة وبعضهم يقول مستحب هل هناك خلاف؟ مندوب هو نفسه معنى مستحب لا خلاف كذلك أيضا بعضهم يعبر ببعض الأحكام يقول فرض الجمهور يرون أن فرض وواجب واحد الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب يقول الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل نصي فقد يختلف الجمهور مع الحنفية في بعض المسائل يقول هذا الأولى يقول فرض وهو الأولى يقول الواجب لكن الحقيقة هل هناك خلاف حقيقي؟ لا خلاف مستحب فهذا يسمى خلاف لفضي نعم أخرى مستحب ما هي الحقيقة 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 من هذا خلاف وهو أيضا دور هناك الحقيقة 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 من هذا خلاف مثل نعم في حجب في حجب أو أو الحقيقة الحقيقة المسجد التورقاء في المسجد. بعض المسجد يسمى أنه ماندوب في العربية أو مستحب . ماندوب . ماندوب . ولكن الحكوم يجب أن يكون هناك في هذه المؤمنة. حالفي مذهب يختلف بين فرد و ماجب ولكن كل الأخرى مذهب لا يفعل ذلك مختلفة. يقولون أن فرد هو ما يدرس من كتبارات المقرية من القرآن والسنة وقراءات المقرية من القرآن والسنة وقراءات المقرية من المسجد وما يتبعون من المسجد ولكن الحقيقة يتبع أن إنه مقرية مقرية أو حكم وذلك هذا هو واحد من المسجد الخلاف. نعم. الوقفة السالسة نتحدث فيها عن ضوابط الاختلاف فضوابط الاختلاف يجب يعني أن يكون هذا الاختلاف بأصوله وضوابطه فمن ضوابط أن يكون بإخلاص أن تخالق بإخلاص النية لله أزوجل أنك سبيد وتبحث عن القول الحق الذي يرضي الله جل وعلا. لا. نحن لم نحن نتحاول بإخلاص النية وها منضحنا نتحدث. الضابط الثاني أن يكون هذا الخلاف من أهله من عالم بالشرق وعالم الأذلة وليس يعتبر خلاف من ليس بعالمه كطالب العلم الصغير والجاهل ونحوه أو الغيب متخصص بالعلم الشرعي أن يخالف في الشرق أو أن يتكلم أو يبدي مخالفته للعلماء هذا الأمر الغيب المضمون قد تكلمنا عنه قبل الصوات أن يكون هناك مختلفة من أجل أخرى موجودة في هذا هو أن يجب أن يكون هناك مخالفة في الشرعي ليس لديك أيضا علماء أو علماء أو علماء ليس لديك مختلفة من الشرعي ليس لديك مختلفة من الشرعي ويقول أنه لديك مخالفة في الشرعي والذي يتكلمون في هذا يقول أنه ليس لديك مختلفة يعني أنه ليس لديك مختلفة من مخالفة في هذا كذلك أيضا من ضوابط الاختلاف أن يكون هذا الخلاف مبني على دليل من القرآن أو السنة النبوية وأن يعتمد على الطواعد الشرعية في الاستدلال والاستنباط فلا يعني يخالف بأدلة تخالف هذه الأشياء أو بطواعد من عنده أو بضر طواعد الأصول الفقه ليضربها وهذه ليست ويتجرأ ويضع طواعد من عنده فهذا لا يصحبه ذلك ولا يعتبر لا الثلاثة الرقمية هو أن هذا الفقه يجب أن تكون مختلفة من القرآن والسنة والقمية من الشرعية لذلك لا يستطيع أن يأخذ لديك مختلفة 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 وأن هذا الرقمية يجب أن تكون مختلفة من القرآن والسنة والقرآن والسنة والقرآن والشريعة نعم كذلك أيضا من الضوابط المهمة أن يتحرى إصابة الحق أن يتحرى إصابة الحق بقدر المستقام أن يصيب الحق إذا خالف الإنسان في المسلة أو أنه وجد خلاف العلماء في مسلة وأراد أن يرجع معهم أنه يبحث ثاميا عن الحق وهذا الأمر لا يخلو من حاله فيه الناظر إما أن يكون كما قلنا قبل قليل إما أن يكون طالب علم فهنا يجب عليه أن ينظر في الأدلة وينظر في الأقرب إلى الدليل وما يعني الأدلة الأقوى ويعمل بهذا القول الذي تسمده الأدلة الأقوى وإما أن يكون عامي أو جاهل قلت طالب علم فهذا يجب عليه أن يسأل من يثق بدينه وعلمه وورعه ويسأله ويستفتيه ويعمل بما أجالحه لا الأسطور الرسال هو أنت أي شخص الذي يحاول من تلم ترسر أو أراقب إذن تترسر يجب أن يجب أن يصل على الأجراء فهذا يقبله أن يتم ترسر أولا شخص في السمليد الذين يريد على جدًا أن يكون دائما في كل مئة أنصار المكتبات التي تم تظهر من استخدام الموافصة بين الشرائرين وهم م procedures وهم جميعا بأنه يجب أن يجب ان الموافصة في السمليد الذين يجب ان اظهر إلى استخدام الموافصة أو أن الشخص ليس مستطيع المعرفة في مما يمكن أن يفعل ذلك في مما يجب أن يسأل المعرفة مما يفعله المعرفة والعبارات وعندما يجب أن يدعه فهي يجب أن يتساعد كذلك من الضوابط والأداب المهمة عدم التعجل في الحكم على المسائل خاصة المسائل النازلة وعدم العجل في الحكم على المخالفين باتهامهم أنهم مثلاً ناس متساهلين أو ناس متشددين أو غير ذلك لا يتعجل في هذه الأمور خاصة في أمور النوازل التي قد تعصف للأمة قد تؤدي إلى فتنة كبيرة لابد الإنسان أو المسائل الكبيرة جداً التي يتركب عليها أمر كبير جداً نعم نعم كالدماعة والأعراض ثم نوع ثقافة لا تحقدي إلى أدابة حكم خاصة في مسئة مبترين أو المشهد مبترين التي حدثت من المسلمين ويليس لا تحقدي إلى انتقل يسبب نعم أيضا من الضوابط المهمة والآداء بإحسان الظن بالعلماء وأن لا يعتقد أنهم تعملوا ترك الحق أو يحكم بهلكتهم قال هلكوا وأنهم أخطأوا فقد يكون هو المخطأ وهم الذين على الصواب بل يجب عليه أن يحسن الظن بهم ويحملهم على المحامل الحسنة ويتذكر ويستذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد فهذا يدل على أن الإنسان الذي عنده آلة الاجتهاد وعنده قدر على الاجتهاد وعنده العلم الشوعي فبذل وسعه في حكم على مسأل لبيان حكم مسأل فحكم عليه فهذا قد اشتغل وبدل وسعه فإن أصاب فله أجران أجر على اجتهاده وبدل وسعه وتحريه ومراجعة المسألة وبحثها وأجر على إصابة الحق أنه يوفق إلى إصابة الحق وإن أخطأ فله أجر واحد على بحثه وعلى مراجعته وعلى اجتهاده وعلى بذله الوسع في الوصول إلى هذا الحكم وأنا ليست أخطأ فهروف بعد والدرسول إلى جيد وإن أخطأ فبه اجتماد أن أجراء حسنة والذينين بالدفع وليس أنهم تفعلون حق بقية في القرآن والسنة أو تفعلون حق الأچهة أو تتفعلون حق أو جميع الشيء لأنه في الحديث قدأنا أن이면 جد أو سؤال أو رؤل أعرض أن يحفر أن يفعل جبال لك ايضا في حقيقة، لك وإذن تفاعل حقيقة ثم يقوم بكثيرا بكثيرا. إذا كان يقوم بكثيرا وكثيرا وكشورا يتعا في حقيقة ولكنه لا يجاول على حقيقة حقيقة واحد. الرجل هو بكثيرا 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 لكي أصحاب geleعقة الشقيق في حقيقة الحقيقة والأسفل لأنه فعلته لفعله ولكنه لا يمكن أن تفعل ذلك يقول فلا يعرى المحرم أن المحرم حلل هلك لتحريبه ولا يرى المحرم أن المحرم هلك لتحريبه بل كل منه يحسن الظن بالآخر أحد أم سنة المسؤولة من الماضي للحديث وفقه ومحرم أمان الله يحيى بن سعيد الانصار قال أن المحرم الانساء يتبعون أن المحرم الانساء يتبعون بشكل مهم أحد يقول هذا الشيء هو حلل أخر يقول هذا الشيء هو حلل وأحد يقول هذا الشيء هو حلل هو حرام وليس منهم يقول أنه لأنه لقلقه حلال لقد قمت بها وقت 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 وقمت بها وقمت بها الله أو الأخرين لأنه يقول أنه حرام لقد قمت بها المقاصد لكن أردت أن يعتقدون بشكل جيد من أخر كذلك أيضا يجتنب الغمز واللمس والتسرق في الاتهام والدخول في المقاصد وأن هذا قصر كلا وقصر دنيا أو غيرها من الأمور التي تفرق المسلمين وتفرق العلماء شتد الناس أيضا يعتقدون أنه يتعلمون من أجل المسلمين أو أنه يتعلمون من أجل المسلمين لأنه يؤدي هذا الاختلاف إلى جفوة وفتنة وفرقة بين المختلفين وفي هذا يقول الشيخ الإسلام بالتلمي رحمه الله يقول كانوا يتناظرون في المسائل العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين يقول ولو كان كل ما اختلف مسلمانه في شيء تهاجرا لم يرقبين المسلمين اسمه ولا بخمه وفي هذا المهم ما يقول لنا أنه يدفعا أنه يدفعا لنا أننا أخذرون من أجل المسلمين ون اتبعون من أجل المسلمين ابن تيميّ رحمه الله قال مجلسين فهموا في مواقع الأشياء المسلمين ومقاطية المسلمين لكنها لم يتبع من أحبهمهم ويستمرون أخبارهم وإذا كنت تتبعون أخبارهم وإن أخبارهم الإسلام لأنه لن يكون أخبارهم أخبارهم فلا نستطيع أن نكون أخبارهم نعم كذلك يجاء عنه سن يونس الصدفي رحمه الله يقول ما رأيته أعقل من الشافعي ناظرته يوماً في مسألة ثم افترقنا ولقيته بعد ذلك فأخذ بيدي ثم قال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة فقال الذهبي معلقاً بعد أن ذكر الذهبي هذه الحادثة في السير قال معلقاً هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه فما زال الجبراه يختلفه فقال يونس الصدفي رحمه الله فقال إمام وفقه نفسه فقال إمام وفقه نفسه فقال إمام وفقه نفسه إمام شافع رحمه الله قال هذا يظهر الواقع والمعرفة والمعرفة التي أمام شافع رحمه الله نعم ويجاء إمام أحمد رحمه الله أنه يقول لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهب ولو شهد عليهم طالما أنت مسعب يا خلاف وأن هذا الإنسان إما يكون حسب ما نظر اتبع هذا القول حسب ما تبين له قوة أذلته أو أنه كان متبعا لعلماء بلده أو لعالم يجل ويعترم وهو فعلا عالم مبرز فاتبعه في ذلك فلا ننزمه نعم قد أناقصه قد تكلم معه قد استدلت لكني لا ينزمه بيعي طالما أن المسألة يوجد فيها خلاف وفيها من دوحة وكذلك وكذلك أحمد رحمه الله الصلاة لم يكن كبير لك فتيف على مره لفقه فريطة المجتمع إلى تركب الم Blind لكي يعني إ Hashem كم針ا هناك على أشخاص على بعض المرارات ونعلم أن معلم أن هذه المرارات يكونوا مرؤلون مرحبون ومنون أن تكون مرحبون أجلما لا نجعل لرفتهم إلى التركب من نفسنا ما يعتبر يمكننا أن نقضي تحدث في هذا الوقت يتحدث منها لكننا في الحالة من اليوم لا يمكننا إسراء نفسنا إلى إسراءنا ولكننا في حالين فإنه يمتلك كل شيء من جميع الملائم أو أو أنه يمتلك ولكنه يمتلك فلاه فلاه أنه يمتلك فلاه هذا كبير في الإسلام في هذا الوقت لا تسراءنا في نفسنا ولذلك نجد جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال إنما أشر رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نسافر فمن الصائم ومن المفطر ومن المتم ومن المقصر يقول فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ولا المفطر على المتم ولا المتم على المقصر أنس رضي الله عنه أننا يتحدث للمقصر وعلى بعضنا نسافر نفسه مرة رمضان وعلى بعضنا نتحدث للمقصر بعضنا نسافر رسول الله عنه بعضنا نسافر رقم ونحن نحن رواه البيهقي في السنن أحتاج إلى مراجعة إن شاء الله من أيضا آداب الاختلاف المجادلة التي هي أحسن والبعد عن المراء والجدال المدمون فنحن لا بأس أن نتناقص ببعض المسال التي اختلف فيها لكن يكون ذلك بالتي هي أحسن يكون هدفنا إرادة الحق المسولي للعقل ليس هدفنا أن ننصر أنفسنا أو هدفنا أن نضعف قول المجادل لنا لا ولذلك الله عز وجل يقول ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن لا نجادلهم إلا بالتي هي أحسن إذا كان هذا الجدال فيه فائدة يرجى منه فعل الوصول للعقل ونحن نجادل ونتناقش ونتحاور وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ظل قوما بعد هدى كانوا عليه إلا أتجدل غالبا أن هذا الضلال يأتي من الجدل العقيم الذي لا فائدة من رائعه الذي هو هدفه نصرة الذات ونصرة النفس هذا هو هدفه أو الإطاحة من الآخرين أو إبراز العضلات أني أنا العالم وأنا الأكثر علما وذاك الجاهل فهذا مما يعني نغي عنه نحن نغي عنه قال ملح именно وإنه نحن نغي منقبل وإننا أحدهم لأننا نصر الإسلام وإننا أصبع الله سبحانه وطالعا قال لنا نستخدم هذه المعجلة لكي تقوم بها ونحن أخباء في الإسلام عليهم أن يحصلون أكثر نعم نحن لا يجب أن تتعلم المساعدة على أي حق وأن أرى أن أكون محقا على أي حق أو أن أرى أن أعلم أن أعرف أكثر من أعرف أو أن أرى أن أرى أن أعلم أن المساعدة وقال النابي صلى الله عليه وسلم قال ان النابي صلى الله عليه وسلم قال بنا الله له بيتا في رتض الجنة ايه في أدناء الجنة ومن فركه وهو على حق بنا الله له بيتا في وسط الجنة وهذا ديليل على فوق المراف وهذا الخطاب موجه إلى المبطل والمحد چهاد The Prophet SAW قال that whoever lives arguing when he is wrong then Allah will build for him a palace in the lower part of Jannah and whoever lives arguing when he is even right then Allah will build him a palace in the middle part of Jannah وهذا يرى أن المؤمنين يجب أن يساعد لأجيزة عزيزة أو عزيزة لاحقبة على الحقيقة أو حياتي المفترض وهذا المرأة حقيقة يسبب كثير من الاختئاب بين الأخوة ويعني حقيقة كثيراً ما أسأل عن بعض الأخوة فيقول هلان اختلفاً مع فلان ما السبب؟ السبب هو الجدال الجدال في موضوع اختلف فيه من قبله من العلم الكبار فهذا الجدال يجر الشيطان يحرص حتى لو كان هدفك في البداية الوصول للهد فربما يعني الشيطان أغراك في أن تنتصر لنفسك فلذلك نحن نتناقش نعم ونتحاول ونحاول أن نصل بالحق إذا رأينا أن الجدال أصبح يخرج عن نطاقه فإننا نتوقع ولا نفتح المجال ولا نكثر منه قال محمد بن الحسين قال وعند الحكمة أن المراء أكثره يغير القلوب الأخوان ويورث التفرقة بعد الألفح والوحشة بعد الأمس كما قلت لكم كثير ما نرى أخوان يعني نرى أخوين يخرجان معا ويدخلان معا ثم ترسال عنهم تجد أنهم اختلفا بسبب الجدال والمراء الحقين and a lot it must be said brothers that a lot of this arguing of course leads to people quarreling with one another having ill feelings and basically in the end falling out with one another and spoiling their relationships هذا لذلك يجب أن يقولون أنه محمد بن حسين أنه بمكتب بشكل عقل أو عقل عن الأشياء التي لا نحتاجه أو لا نحتاجه بشكل عقل يجب أن يتقلون إلى الناس أن يفرح و يتقلون و يتقلون إلى المزيد المزيد لذلك فهذا هو مهم جدًا لنا وعلى أن نحن 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 بشكل عقل إذا نرى أنه لا يتقل في جيدة طريقة ومن المساعدة أننا أماماً لكن عندما يحدث في الوقت شيئاً يحدث وشيطان لقد قلنا أكثر أكثر ويقوم بالطبع ويقوم بالفعل في هذا الموقف نجد أن نتركه لأن الله ذلك يعني على الفرقة فيما بينه من عهد الصحابة رب العالمين بلا عصنها والحقيقة أن الصور كثيرة جداً لا لكني سأنتقي منها بعضاً الانتقاءات حتى لا أطيل عليكم فأول على سبيل المثال الصحابة اختلفوا منذ أن مات النبي صاسم فجاء عمر وقال النبي لم يمت عمر لم يتصبر كانت عليه كما يقال أن خبرت الصاعقة فأنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مات حتى جاء البقر الصديق وتلع عليه قول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون فكأن الضبابة قشعة عمر فرضي وقبل وهذا يدل أيضاً على أنهم يقبلون منذ أن يأتيهم النص خلاص انتهى اختلفوا في مكان إدفنها إلى يدفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني جاء أبو بكر وقال سمعته رسول الله عز وجل سلم يقول ما قبض الله نبياً إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه فسمعوا لذلك وعد عنه اختلفوا في كثير من الأمور اختلف عمر وأبو بكر في خروب الردة مانع الزكاة فكان عمر لا يرى أنهم يقاتلون وكان أبو بكر يرى أنهم ارتدوا لأنهم امتركوا أمراً معلوماً من الدين بضرورة وهي الزكاة وكانوا يقولون ماذا يقولون وكانوا يقولون كنا الزكاة حق للنبي فمات النبي عليه الصف صلى الله فيتوقف فما زال أبو بكر يحاول عمر ويناقشه ويبين بالأسلوب حتى استجاب عمر وأذع المهرفة أن أبو بكر الصديق معه الحق وحقيقة يعني الكثير من الخلافات في هذا الباب كثير جداً وقعت خلافات في مسائل خلافية في توريث الأخوة مع الجر في بعض مسائل الميران كثير من الخلافات فكانوا إذا سمعوا بالحديد أو جاء من بالحق أو جاء بالدليل أدعى الجميل ولم يكن ذلك سبباً للتفرق ولم يكن ذلك سبباً للاختلاف الذي يعني الاختلاف كما قلنا المذموم الإمام الشافعي يقول عن الإمام مالك مالك بن أنس معلمي عنه أخذت العلم وإذا ذكر العلماء فمالك النجم وما أحد أمن علي من مالك بن أنس اليوم تجد الأتباع أتباع الإمام الشافعي يعني المتمذهبون تعصبت المذاهب نحن لا ننكر التمذب لا بعث الإنسان يتعلم التمذب هي مدرسة فقية أدرس على هذا المذاهب حتى أصل لكن لا ننكر في التعصب في هذا المذاهب والأخذ به لعارض الدليل وهذه المصيبة فيأتي متعصبة المذاهب اليوم ويقولون مثل هذا ويتعصبهم فيما بينهم وهذه الأئمة فيما بينهم من أفضل ما يكون قال صالح بن الإمام أحمد لقيني يحيى بن معينة وهو أيضا من عملة الحديث والفقه قال لي أما يستحي أبوك مما يفعل قال فقلت وما يفعل قال رأيته مع الشافعي راكبا الشافعي أكبر من الإمام أحمد وهو شيخ الإمام أحمد درس عليه فكان راكب والإمام الشافعي ماشي قال وهو راجل أخذ بزمام دابته الإمام الشافعي أخذ بزمام الدابة والإمام أحمد راكب عليها قال فذهب صالح وقال لأبيه فقلت لأبي ذلك فقال الإمام أحمد إن لقيت يعني يحيى فقل له يقول لك أبي إذا أردت أن تتفقه فتعال فخذ ركابه من الجانب العاصر فالإمام الشافعي كان راكبا والإمام أحمد هو الذي يقوده بالزمام فيقول يعني الإمام يحد معي يقول إمام أحمد عالم جليل يشار إليه إمام أهل السنة وهو يقود الإمام الشافعي فقال نعم هذا عالم ونحن نتعدب منه ونتعلم منه وإذا أراد عنه يعني إذا أراد أن يتفقه فليأتي إلى الجانب الآخر ويستفيد من الإمام الشافعي هذا يعني أمر عظيم جدا يعني بين العلماء حديث وآثار كثيرة جدا يعني على سبيل المثال إمام أحمد يقول لم يعبر الجسل إلى خراسان مثل إسحاق وإن كان يخالفنا في أشياء كان يجز بعدهم البعض نعم أتركك حتى بعد ذلك أتفقل بعض الأشياء أتفقل بعض الأشياء أتفقل بعض الأشياء أتفقل بعض الأشياء اتفقل بعض الأشياء where I must they must fight them and he convinced Omar they also differed Sahaba in many issues for example if a deceased person has brothers and he has a grandfather does the grandfather inherit with the brothers or not for example if we go a little further from the Sahaba we have Imam Shafiq رحمه الله حسنا بها قال إمام مالك كان منه يدعاء إمام مالك هو أمي مبعب ويهو مجموعة له وما جميع المذكور الأصبب أن يتحدث الإمام مالك هو تلك الطرق وكما أنه لي مجموعة سيستر ببعض المعرفة ومن المملكة وما إذا نظرة بعض الأزالي المعرفة من إبعاء مذاهب which we don't refute we don't say that to learn a certain mathhab is not allowed it's part of our Islamic heritage and part of our Islamic knowledge but it's not permissible for us to say that our sheikh is right in everything like they do and everyone else is wrong and how they abuse one another and a lot of problems occur between them another example is Salih who was one of the sons of Imam Ahmad who also later became a scholar he was walking and Yahya bin Ma'in who was one of the greatest scholars of Hadith met him and he said doesn't your father feel shy to do what he's doing he said what is he doing he said I saw him Imam Shafi being on the riding animal and him actually leading that riding animal Imam Ahmad meaning that what he meant was Imam Ahmad is a great scholar of the Muslims Imam and he's actually respecting this person who he considered to be less than Imam Ahmad so Salih came to his father and mentioned it to him so Imam Ahmad said when you meet him if you meet him again meaning Yahya bin Ma'in say to him that if you want to learn real knowledge come and take the other side of the animal to show respect to this great scholar to benefit from him and they used to be to praise one another and think good of one another like Imam Ahmad said that no one has crossed the river towards Furasan from us better than Ishaq meaning Ishaq and many other statements that are as we said as we said many of these scholars have been but we can't end up with the Jewish scholars like the Sheikh Bin Baze Sheikh Bin Sheikh Bin Sheikh Bin they have been different in the 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 اختلفوا في الذهب المحلق اختلفوا في الحجاب اختلفوا في وضع اليدين بعد المطور اختلفوا في مسائل كثيرة لكن هذا الأمر لم يجعل يكون بينهم خلاف بل كان كل واحد منهم يحب الآخر ويثني عليه الخيرا ويدعو له ويهديه ويقف معه في المحل وفي المصارب على سبيل مثال الشيخ عبد العزينباز كان يقول عن الشيخ الألباني لا أعلم تحت قبة الفلك في هذا العصر أعلم من الشيخ ناصر ويقول أيضا إن الشيخ معروف لدينا بحسن العقيدة والسيرة ومواصلة الدعوة إلى الله مع ما يبدله من الجهود المشكورة في العناية بالعديث الشريف والشيخ الألباني أيضا رغم هذه الخلافات يعني التي بينهم لكن هناك أصول جامعة كثيرة بينهم وهي أكثر من هذه الخلافات يقول الشيخ الألباني فهذا كتاب الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد ألفته قبل أكثر من عشرين عاما في دمشق الشام تنفيذاً لطلب كريم من أخٍ فاضل كريم وهو سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز من عبد الله بن باس قال وما ذاك الطلب من الشيخ وهذا الجواب مني بتوفيق ربنا إلا صورة علمية مشرقة إن شاء الله تمثل حقيقة تعاون أهل الحديد ودعاة السنة على البر والتقوى وتواصيهم بالحق والصبر قال ذلك في مقدمة كتاب الذب الأحمد كذلك الشيخ المعذمين يقول عن الشيخ الألباني واسع الإطلاع طويل ألباع شديد الإقناع فكان يثني عليه تناعاً كبيراً في العلم وسعة الإطلاع وقوة المحوجة فكان هذا دعبهم ورغم وجود خلافات وأحياناً تكون حتى ردود الكتب فالردود العلمية لا برس بها لو يصال إلى الحق والتوضيح الحقي لكان بأدب بأسلوب علمي فهذا بالعكس يفرح فيه حتى المردود علمي لأن هدفه وصول إلى الحق فهذا يعني ما يحصل بينهم ولا زال أيضاً مشايخنا وعلمائنا الأحياء على هذا الطريقة وعلى هذا النهج وعلى هذا الأسلوب وإن اختلفوا به أما شعبهم إن شاء الله فالشيخ الأباني وشيخ الأباني حجاب الإشاء النقاب وإنسان أخذتك 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 بعد أن تفعل ركوح أو تركه أخذتك أخذتك شيخ البنى and should have been raima Allah said in the beginning of his book of defending the mustard of Imam Ahmed he said I authored this book over 20 years ago in dimash Damascus in Syria following a request from noble brother a scholar who is a great scholar and he mentioned shake the passing glowing terms مثل مثاله يقول لكي يجب أن يكون بين الناس الذين يسمحون للسنة ويجب أن يتساعد الحديث الشيخ ابن عثمين رحمه الله يتساعد في الشيخ الالباني أنه يكون جيداً ويكون جيداً في نفسه في دليل وحديث ويكون جيداً في عقلاته لذلك تظهروا الهدف والعبادة 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 التي كانت هذه المعبادة المتحدة بينهم حتى أنهم مختلفوا على الكثير من الأشياء نعم نقف عند هذا الحد الله أعلم صلى الله عليه وسلم مبارك عن ربينا محمد وعلى آله وصحبه نحن نتوقع هنا لدينا بعض المسؤولات لدينا أيضاً نعم نظر الشيخ وقد كنت أتبع بصم واحد والعبادة يجد خلافاً بين العلماء في مسألة وأدلتهم صحيحة يعني قوية نعم نحن لا شك يعني أن أحياناً الخلاف في بعض المسال يكون متأجح ويمكن يصعب الإنسان أنه يتخذ فيه قرار يتخذ فيه ويرجح فيه ولذلك بعض العلماء يلجع إلى التوقف وبعض العلماء يعمل بالأحوات وهذا لا شك أنه أسلم إذا كان هناك يعني كما يقال أسلم وأحوات أنه يعمل بالأحوات نحن نقول الإنسان يجتهد إن تبين وترجح لهم فهذا هو أنه يعمل بما ترجح لديه وبما هو أقوى إذا رأى أن العدلة متساوية فليس له إلا أن يتوقف أحوات الأحوات عندما يحدث أن هذا يحدث لديه مختلف طريق واحد منهم هو أن لا تذهب بالأحوات لا تذهب بالأحوات لأحوات ما يسمى تواقف ومثل مختلف طريق وإن ممكن لن تنبع من المجموعة أن تقوم بالفعل من أفرار ولكن إذا كان هناك فالإن الممكن لنظر أو تإمكان تلك المقابلين للسهولى لابد من الممكن لن تنبع نفسها في فالإن المواضع المترجم للقناة لذلك يتم جميع المحكمة لدينا أحيانية لتعرضي؟ لا، إذا أصل على نساء الأمر إنه مجمع يجب أن تصل على نساء يجب أن تصل على نساء الأمر نعمل الى نساء الهاجة نعمل الى نساء الهاجة إنك ستتحب قليل إذا أصل إلى الجزء الى النساء عندما يصل على الجزء الى النوم ويوجد الجزء الانساء ويوجد الأمر لا يكون موجوده هل يمكنك أن تكون هناك حياتك؟ لكن لا يجوز لمسلم أن يستلمه حتى يبلغ سن 65 فهل يجب عليه؟ ماذا يجب عليه؟ لا لا يعني لا يعتبر حق له حتى يستلمه حتى يستلمه ثم يخل عليه بحور حتى يصل لك وكذلك يصل لك وكذلك يصل لك ثم يستلمه لك أن تستلمه حتى يصل لك عندما يصل لك أن تصل لك حتى يصل لك يقول لي أنهم لا يردونك دفعة واحدة يأتي لك شهري بعضاً بعضاً بعد التقارض؟ نعم بعد التقارض راتب راتب يعني ما هو ما يطوله ليس مبلغ نعم إذا هذا الراتب إذا أخذ الراتب بعد تقارض أخذ الراتب إن كان صرفه خلاص ما في شيء إذا بقي عنده نسالة كاملة يزكيه ونساب نعم نعم تنسالة بعد ما يستلمه حتى تصبح ذلك عندما يصل لكساب ويصل لكساب ويصل لكبه ويصل لك إلى السطن ويصل لكبه ويصل لكبه ويصل لكبه يصل لك على حقيقه ويصل لك أخذ الراتب فلما يصل لك وعندما تستمره من المجد أن تقتله ؟ هل يحتاج إلى كل شيء؟ لكن المجلس لا يحصل على الإنسان. هذا المبلغ شيخ هناك حالات قد يموت الإنسان قبل أن يبلغ سنة التقاعد ولكن الأهل ما لهم حق في أن زئ الحضور. وإذا قلنا أنه لا يحسوه لا يحسوه. لا يحسوه. لا يحسوه لا يحسوه. يحسوه لا يحسوه لا يحسوه. لذلك قلنا نقول أنه عندما يحسوه وكل الإسلامية يحسوه ثم يحسوه.